ساعات من الظعر عاشها رواد أحد أكبر مراكز التسوق في البلاد بالقرب من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن. كشفت الشرطة أن المسلحة الذي فتح النار تصرف بمفرده على الأرجح. حيث أعلنت الشرطة الدنماركية أن شخصا قد بدأ بفتح النار على المتسوقين في عطلة نهاية الأسبوع. وهرع الناس إلى الشوارع حول المركز التجاري هربا من طلقات ذلك المسلح الذي فتح النار بشكل عشوائي. انتشرت الشرطة في محيط المركز التجاري وسط إجراءات مشددة لتحويط المكان وتأمين الناس. وهرعت سيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين المحتملين. يعد مشاهدين مركز التسوق الذي وقعت فيه الحادثة. يعد مركز فيلز أكبر أحد أكبر مراكز التسوق المتعددة الطوابق في الدنمارك. يقع في ضواحي العاصمة كوبينهاجن. مقابل خط مترو أنفاق يتصل بوسط المدينة على بعد تقريبا خمسة كيلومترات إلى الجنوب من وسط مدينة كوبينهاجن. هذا هو تصوير عبر الخرائط لموقع المركز. يوجد بمركز التسوق الضخم متعدد طوابق. هذا أكثر من 140 متجرا ومطعبا ومرآبا للسيارات. انتشرت مشاهدين عن تلك الحادثة فيديوهات وصور المهاجم. الفيديو التالي مثلا يظهر. هذا الفيديو تم مشاركته من أحد من التسوقين يظهر حالة الهالع بين الناس. ويظهر المهاجم وهو يحمل سلاحا داخل المول. يتجول مشهرا سلاحه وفيديو آخر له. وهو يقوم بصعود السلالم الخلفية للمركز التجاري. حامل النفس السلاح. تظهر أيضا لقطات للناس. وهم يقومون بالهرب من على السلالم سلال المجمع من طلقات المهاجم. أعلنت شرطة كوبنهاجن أنه تم القبض على شخص واحد. وصف بأنه شاب دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما. بعد إجراء عمليات بحث وتحقيق وسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد. للتأكد من عدم وجود شركة له. رئيسة وزراء الدنمارك ماتي فريدركسن قالت في بيان في وقت متأخر. قالت تعرضت الدنمارك لهجوم عنيف. لقي عدة أشخاص حفهم. وأصيب عدد أكبر. عائلات بريئة كانت تتسوق أو تتناول الطعام. تبدلت أحوال عاصمتنا الجميلة والآمنة للغاية في جزء من الثانية. أريد أن أشجع الدنماركيين على التكاتف سويا. ودعم بعضهم البعض في هذا الوقت العصيب. صباح اليوم في مؤتمر صحفي. أعلن قائد الشرطة في كوبنهاجن سوريم تومسون أن المشتبه به في الحادث لديه تاريخ من المرض النفسي. والضحايا استهدفوا بشكل عشوائي. أصاب اليوم الكامل. مجردون العرب أبداو أسفهم وكلن غرد بحسب رأيه مثلا هنا كلن غرد بحسب رأيه هنا إناس قاسم تقول إيمان أو إناس ها قتب إناس بس بالإنجليزي إيمان على الأموم تقول يا ستار شنو هالمشاكل اللي العالم ما راح تخلص منها قتل في كل مكان لناس أبرياء تقتل من غير ذنب بسبب ناس تحب قتل البشر العالم أصبح رعب ولا يوجد مكان آمن أما هنا فارس عودة كله من وراء الأفلام والألعاب العنيفة اللي بتتصدر لأطفال العالم تصدر لأطفال العالم عبر الشاشات وبرامج التليفون صارت الناس يتقلدهم والأبرياء يدفعون الضريبة هنا باس البدر له تدوينة يكتب فيها في البداية قالوا لا نستبعد الإرهاب ولما علموا أنه ليس مسلما وشعر أصفر وعيون زرق قالوا مستبعد والجاني يعاني من أمراض نفسية أما هنا عمران له رأي يقول فيه الفرق بين العرب والأجانب نحن نركض باتجاه الصوت من شان نشوف صوت شو وشو صاير أما هم يهربوا من الصوت وما بهمهم يعرفوا شو صاير عندهم اللهم إني أسألك أن تسلم نفسي كان آخر هجوم للمتشددين شهدته الدنمارك في عام 2015 حين قتل شخصان وأصيب ستة من أفراد الشرطة برصاص أحد المتشددين شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها شكرا لكم اشتركوا في القناة